رفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو طلبا قطريا بإيدانة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وخلال جلسة استثنائية عقدها المجلس قدمت وفود كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة والتي تضمنت فتح تسعة مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني وقد قدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الأحد عشر من اتفاقيات شيكاغو